السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم فلاتر 3.10 ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ بقى نروح على جيت ستارتد من خلال الدوكمنت الخاص بالفلاتر وبالتالي هنضغط جيت ستارتد فطبعا اول حاجة بالنسبة للجيت ستارتد هي عملية الانستول للفلاتر طبعا عملية الانستول بالنسبة للويندوز تم شرحها قبل كده فيديوهات على القناة هنا واللي هسيبلك برضو اللينكاب بتاعتها تحت في الوصف الفيديو ده الطريقة اللي ما شرحناش هي طريقة الماك او اس وبالتالي تعالى نروح على الماك او اس ونشوف كده ايه هو الحاجات الريقوارمنت و ازاي ابدأ اعمل انستول للفلاتر فاول ما هدخل كده فبيقولي system requirements اللي هي المتطلبات اللي انت لازم تثبتها قبل ما تبدأ في الفلاتر وبالتالي واحد من اهم المتطلبات هي ان احنا بنستخدم الجيت او الفلاتر عمتا بيستخدم الجيت وده علشان عملية الانستوليشن بتاعته وكمان الابجريد الجيت ده انت ممكن تثبته منفصل عن اي حاجة وبالتالي لو انت روحت مثلا على تابة جديدة وكتبت الجيت بالشكل ده وتبدأ ان انت تعمله download فما عندكش اي مشكلة وطبعا هتختار الـ operate system اللي هو في الحالة دي الماك وتعمله download لو انت حابب ان انت تثبته بشكل منفصل لكن الطريقة المفضلة والطريقة اللي انا بحبزها ان احنا كده كده هنثبت حاجة اسمها الـ ex code والـ ex code ده بيجي معاه الـ get علشان كده هنا في الـ document بيقولي which includes get وبالتالي لو انا روحت على الـ ex code وبدأنا ان احنا نثبته فتعالا كده نفتحها في تابة جديدة اللي هو الـ ex code فطبعا هيحولني لصفحة developer.appl.com علشان ابدأ ان انا انزل الـ ex code بأجدة version بتاعه وكده يبقى انا عندي خيارين لعملية الـ install الـ ex code اما ان انا انزله من خلال الـ website او من خلال ان اروح على الـ app store وابدأ في عملية الـ install الـ ex code بالشكل ده دعني اكتب ex code بالشكل ده وبالتالي هيظهر لي الـ ex code وهبدأ ان انا اعمل له get وبعد كده هيحصل له عملية الـ install بشكل automatic وبكده تكون كل حاجة تمام فاضل عندي ان انا اتأكد ان الـ get تمام وتثبتت وما فيش اي مشاكل فيها فبالتالي تعالى نروح على الـ terminal او تعالى مثلا انا مثبت حاجة اضافية غير الـ terminal اللي هو الـ hyper مثل الـ terminal بالضبط سواء ان انت تستخدم الـ terminal الخاص بالـ mac او الـ hyper مفيش اي مشكلة وبالتالي هنكتب الـ get بعد كده داش داش version بالشكل ده هيتطلع لي الـ version اللي هو 2.37 وبالتالي مفيش اي مشكلة بعد كده ايه اللي انا محتاجه بعد كده محتاج ان انا على حسب المعالج بتاع الجهاز فانا محتاج ان انا اسبت الفلاتر او انزل الفلاتر sdk والsdk هي اختصار لـ software development kit تقدر تقول عليها ان هي الـ tools اللي انت هتستخدمها في خلال رحلتك في الفلاتر كل الـ widget اللي انت سمعت عنها او اللي لسه ما سمعتش عنها كشخص beginner فبالتالي بتكون من ضمن الحزمة دي الفلاتر نفسها علشان بتتعرف بتتعرف من خلال الحزمة دي الـ operate system ده علشان يتعرف ان في حاجه فريموارك اسمه فلاتر فبيتعرف برضه من خلال المصاري اللي انا بحدده للحزمة دي وبالتالي تعالى كده نبدأ في اول مرحلة وهي download the following installation او الملف اللي هو Z5 فلو انت كان المعالج بتاعك apple silicon اللي هي المعالجات M1 والM2 فهتنزل الزف فايل ده اما لو انت معالج intel وبالتالي اي نوع من المعالجات الانتل سواء core i5 core i7 core i9 فما فيش اي مشكلة وتبدأ ان انت هتنزل الزف فايل ده طبعا الزف فايل ده بمجرد ما هتنزله فهيكون عندك في الـ download فبالتالي تعالى نروح كده على finder فالتالي هنروح على الـ download طبعا انا سبت الفلاتر والفلاتر موجود عندي على الجهاز فبالتالي هيكون عندي هنا فولدر اسمه فلاتر الفولدر ده بكل بساطة كده تخيل معي ان انا في عندي هنا فولدر اسمه فلاتر بالشكل ده الفولدر ده ناتج من عملية الـ download للزف فايل ده بمجرد ما هتضغط ويحصل عملية download فهو already automatic هيعمل لك unzip او فك ضغط وبالتالي هيطلع لك اللي هو الفلاتر فولدر فبالتالي الطريقة الـ recommended من خلال الـ website او من خلال الـ document ان انت بتروح بتعمل فولدر جديد من خلال الـ root بتاعك اسم الفولدر ده هو development فبالتالي هنروح على الفندر هنروح هنا هنروح على اللي هو عمر اللي هو طبعا الـ root بتاعك اسم الجهاز بتاعك سواء ماك سواء اسمك الشخصي او اي اسم انت متسميه وهتيجي هنا في مجموعة الفولدرات دي هتعمل فولدر جديد هتسميه development بالشكل ده في الـ development هتروح بقى في download هتاخد الفلاتر ده copy وبعد كده هتيجي هنا في الـ development هتحطه based بالشكل ده وبكده تكون كل حاجة تمامه لو انا بصيت على ما بداخل الفولدر فهو ده ما بداخل الفولدر بتاع الفلاتر اللي ناشئ من اللي هو الفلاتر ماك لـ zip file وبالتالي كده تكون كل حاجة تمام بالنسبانه طبعا الطريقة رقم 3 دي انا مش اخد فيها لانها بكل بساطة كده ان انا بثبت او بعرف الـ P بتاعتي او الـ operate system اللي هو الماك ده على الفلاتر ولكن في الترمينال اللي انا واقف عليه دلوقت فبالتالي لو انا قفلت الترمينال وفتحته مرة تانية وجيت كتبت الـ comment اللي هو الفلاتر مش هيتعرف عليه وعلشان كده بنلجأ لحاجة اسمها update your path ان انت بتعرف الـ P بتاعتك او الفلاتر على النظام بالكامل وبالتالي تعالى نروح كده على update your path فبالتالي هيجيلك مجموعة من الـ information مجموعة الـ information دي بيقولك اول حاجة اللي هي الخطوات اللي احنا هنتبهها هي دي فاول حاجة بيقولك حدد الـ path بتاع الفلاتر SDK اللي انت حطيت الفلاتر بتاعك فيه فمعنى كده ان انا هروح على الفندر بتاعي تاني وبالتالي زي ما احنا عارفين ان انا عندي حطيته في الـ development في الفلاتر بعد كده هو ده المصار بتاعي هروح على الـ bin folder اللي هو المفروض ان انا باخده معايا في الـ directory وبعد كده هضغط عليه click main وهقول له مثلا new terminal at folder فهيفتح لي الترمينال جوه الـ bin folder فبكل بساطة الـ command اللي احنا نستخدمه علشان نحصل على المصار بقى بالكامل للـ bin folder ده فانا هكتب الـ الـ bin folder وبالتالي ده المصار بتاعي بالكامل اللي هستعيد عنه في الـ command اللي هيبقى تحت ده وبالتالي هاخد ده ctrl c او copy او command c او copy بالشكل ده وبعد كده تعالى نروح لجزئية تانية يبقى احنا كده حصلنا على ايه حصلنا على الـ path بتاع الفلاتر sdk اللي موجود فيه الـ bin folder بعد كده بيقول لي حدد ايه هو الـ shell اللي انت بتستخدمه في الـ operate system طيب انا عايز اعرف ايه هو الـ shell ده الـ shell ده بكل بساطة ممكن ان انت تحدد الطيب بتاعه وده مثلا في الغالب بيكون حاجة من اثنين اما zsh اما بيكون الـ patch وبالتالي تعالى نشوف ايه هو الـ shell ده مثلا انا هاجي هنا في الترمينال وهقول له echo بعد كده dollar sign shell كلها بيكون capital وبالتالي هضغط enter فبالتالي بيقول لي ان نوع الـ shell بتاعك هو zsh وبالتالي انا محتاج ان انا اعدل بقى في ملف اللي هو zshrc الملف ده طبعا علشان انا بستخدم ايه zshl اما لو انا بستخدم الـ patch لو طلعلي في الترمينال patch فبالتالي هعدل على ملف patchrc وبالتالي تعالى نروح هو بيقول لي ان الملف ده بيكون في الـ home وبالتالي هاجي كده على الفلوتر هولو روح لي على عمر وبالتالي هاجي هنا مش هلاقي الملف ده لان بكل بساطة لو انت بسيط على الملف فالملف اوله dot ومعنى ايه dot معناه انه هو hidden فبالتالي اقدر ان انا اضغط على command shift dot علشان اظهر كل الملفات اللي هي الهدم واحدة من الملفات دي اللي هي zshrc اللي هو ده وبالتالي لو انت ماله الملف ده موجود عندك فتقدر ان انت تفتح الترمينال بالنسبة لي الروت بتاعك الhyper مثلا وتعمل مثلا تكتب command ده touch خليني اكده اكبر تاتش ده علشان بستخدمه ان انا اكريت فايل جديد وبالتالي هقول له dot zshrc2 بالشكل ده هنا انا سميت تو علشان انا عندي ملف موجود اللي هو zshrc لكن انت لو ملقيتش zshrc فبالتالي انت هتسميه zshrc بس وبالتالي تعال كده نضغط enter فبالتالي لو انا روحت وبصيت هنا فهلقي بالفعل الملف هو موجود اللي هو zshrc اللي انا لسه مكريت وبالتالي تعال نعمله مثلا move to bin بالشكل ده لان انا مش محتاجينه يبقى انت كده وصلك ان انت هتكتب command ده فحال ان انت ملقيتش الملف بتاع zshrc بعد كده بيقول لي هتاخد الكلام ده كله وتحطه عندك في الملف اللي هو zshrc فهفتح zshrc على text editor بالشكل ده وهكتب command ده وكمان هكتب اللي هو المصار اللي انا حصلت عليه من خلال الفلاتر بالشكل ده يبقى اذا ده المصار اللي انا ورته لك في الترمينال بعد كده باخد command ده وحطه هنا بالشكل ده وبعد كده بعمل control s وبكده تكون كل حاجة تمام وبكده اكون انا عرفت الفلاتر sdk على الoperate system بتاعي بالكامل بعد كده لو انا كتبت command في الترمينال وقلت له which flutter فعلى طول هيطلع لي الفلاتر اللي هو path الفلاتر بتاعي وبعد كده لو انا قلت له flutter doctor فعلى طول هيظهر لي بقى مجموعة من الحاجات اللي المفروض ان انت بتعالجها في المراحل اللي جاية ولكن طبعا انا already شغال بالفلاتر فعلى طول الحاجات دي متعرفة عندي وما فيش اي مشكلة وطبعا التشانل بتاع الفلاتر او version بتاع الفلاتر هو 3.10 اللي احنا شغالين عليه بعد كده محتاج لي عملية الinstall xcode واتكلمنا عنها بعد كده كمان من ضمن المشاكل اللي ممكن تقابلك بالنسبة له اللي هو flutter doctor اللي هو xcode فبالتالي هتاخد two command دول وتحطهم عندك في الترمينال بالشكل ده وبعد كده هتضغط enter علشان يسبت لك الexcode ويكون updated مفيش اي مشكلة وكمان يسبت command line tools علشان الخطأ اللي هيظهر لك في flutter document او في flutter doctor بالنسبة لي الexcode هيروح ويختفي ومفيش اي مشكلة واخر حاجة هتعمل الexcode build يعني هتافض command ده اللي هو sudo excode build dash license هتاخده برضه control c او command c وتحطه برضه عندك في الترمينال وبالتالي كده انت عرفت كل حاجة بالنسبة ده الexcode او عملية الinstall للاي او اس وبعد ما هتعمل الinstall للاي او اس فانت كده عندك المجدرة ان انت تفتح السيرش وتكتب سيميليتور علشان تفتح جهاز الاي او اس بالشكل ده وكده تكون كل حاجة تمام معنا اخر حاجة معي ان هي عملية انستول للاي اكس كود او الكوكا بودز اسف وبالتالي بعد ما تثبت الاكس كود فانت محتاج لتثبيت الكوكا بودز وبالتالي لو انت روحت على الكوكا بودز بالشكل ده فعملية الانستول بتاعته هتاخد command ده السودو جيم انستول كوكا بودز وتحطها برضو في الترمينال وبالتالي كده احنا خلصنا عملية انستول للاي او اس والاكس كود والكوكا بودز وكل حاجة تمام بالنسبة لنا بعد كده طبعا هتحتاج بقى للاندرويد ستوديو وطبعا الاندرويد ستوديو هتبدأ ان انت تنزله ومعندكش اي مشكلة ممكن تتابع برضو عملية تنزيل الاندرويد ستوديو او عملية تثبيت الاندرويد ستوديو من خلال اللي هي الحاجات الاساسية بالنسبة لي الاندرويد ستوديو في تثبيت الفلاتر على جهزة الويندوز وكده تكون انت خلصت عملية تثبيت وتهيئة الفلاتر على الماك او اس وان شاء الله في الفيديو اللي جاي طبعا هنبدأ بقى ونخش على مرحلة التست ونبدأ نسبت او نعمل كريات لاول بروجيكت دينا بالفلاتر وده من خلال الديكومنت ده ولو زهرت لك اي مشكلة في عملية تثبيت الفلاتر على الماك تقدر تبعث لنا على جروب التليجرام مفيش اي مشكلة وان شاء الله هنرد عليك